اشتركوا في القناة النهاردة هنتكلم عن اشهر المشكلات النفسية اللي لها علاقة بالزواج وكيفية علاجها فعايز اقرب من حضرتك يعني ايه اشهر المشاكل بتقابلك يوميا ايه الاستشارات اللي بتوصل لحضرتك يوميا اللي هي ايه انا بتتمحور حول الموضوع ايه والزبط طبعا المشاكل الزوجية ببقى كتير وما اعملاش اول من اخر بس اشهرها حاليا هو الخيانة الزوجية عبر السوشيال ميديا الخيانة الزوجية عبر السوشيال ميديا تحديدا دي صراحة مشكلة بقت كبيرة وبتيجي من رجالة وستات صحيح مش مش ستات بس يعني صحيح بقت فعلا دي اشهر المشاكل تمام طيب حضرتك شافع يعني ان السوشيال ميديا ده سبب سلبي للخيانة الزوجية او سبب مسبب للخيانة الزوجية بس اعنا هقولك على حاجة انا عندي في ناس رقيبها هو الله عم بالله وفي ناس رقيبها لازم يكون بشر يعني اللي بيخافش ربنا هيخاف من الناس صح فلو انا بخاف ربنا مش هيفرق معاي السوشيال ميديا من غيرها صحيح طب لكن انا لو خايفة من البشر اول ما تجيلي السوشيال ميديا كانت فرصة ليا او للناس اللي هي بتعمل كده ان انا مش معروف ورا السوشيال ميديا صحيح هعمل اي اي كونت فيك واعمل اللي نفسي فيه صحيح انا ربنا بالنسبة لي مش في دماغي صحيح فهعمل اللي انا عايزه صحيح فانا بعتبر ان السوشيال ميديا هي مش عيبة انا انت عارف بحب التكنولوجيا صحيح يعني انا مش ضدها اطلاقا التكنولوجيا دي حاج جميلة صحيح بس كل حاجة سلاحزه حدد صحيح يعني استخدمها استخدام جيد يا استخدام صيء اللي استغلها طبعا زي ما قلت لك الانسان اللي هو مسدق انه نفسه يعمل الغلط ده رؤيتي متنفس لي اه نفسه يعمل الغلط بس ما كانش عارف يعمله ازاي صحيح في ناس كانت خايفة من الخيانة اللي تتفدح خايفة من الخيانة اللي احسن يحصل لها كذا او كذا ايا كان بقى فابتدت لقي ان السوشيال ميديا انا هدارة وما حدش هيعرف حاجة فكل بقى تلقى سفشة دي طب لو انا عايز اخطوات فعلية للسادة مشاهدين اللي بس وقعونا حاليا للتغلب على الخيانة من خيال السوشيال ميديا ممكن اقولين بس هقولك على حاجة في نقطتين احنا متفقين ان موضوع رقابة الله سبحانه وتعالى دي من الانسان ما حدش هيحسب حد عليها بس انا عندي جزئين مهمين اول حاجة التربية يعني انا هتكلم في حتة ان الاهالي كمان بقت في مشكلة في الشباب يعني ما بقتش بس مشكلة زوجية فاول حاجة التربية صحيح ربي ابنك على رقابة الله وعلى الضمير انه هو يبقى خايف يعمل الغلق صحيح يعني زي نقطة مهمة النقطة التانية هي فكرة لو الخيانة دي بقى بين الزوجين يعني لو الست مكتشفة ان زوجها على على علاقة سوشيال ميديا علاقة محرمة يعني يا ريتها علاقة عايز تجاوز ولا لا دي بقت موضوع تاني والراجل ساعد بيكتشف صحيح وعادة بتكون البداية من انه هما بيبقوا مش عايزين اظهروا الموبايلات صحيح يعني على طول في رابكة كده صحيح او ما حد ماسك الموبايل دخل عليه حد في ارتبكة دايما باسورد ودايما باسورد ودايما كذا فانا هقول نقطتين مهمين انا باعتبرهم يعني حتى في الاتفاق في الزواج والعلاقات الزوجية الطيبة يعني ليه اخذ من موبايل صحيح يعني اوه ماشي انتليك خصوصية يعني ممكن انا كن بكلم اهلي ومش عايزة جوزي يعرف مشاكلي مع اهلي صحيح جدا انا ما بقولش ان الراجل لازم يفتح مثلا ويشوف موبايل مراته ولا الست تعمل كده لان احنا اتفقنا الموضوع مش فكرة ان انا عيني تبقى على اللي قدامي انا بخفش ربنا هعمل صحيح جدا هعمل اي حاجة علشان اتصرف زي ما انا عايز بس الفكرة ان انا كن طباهية يعني انا لا هتحشر في موبايل زوجي ولا هو هتحشر في موبايلي بس انا ما حسش انه في ارتباعك وانه هو في حاجة وانه في خناقة عشان مسكت الموبايل لا احنا بنحترم خصوصية بعض والاولادة على فكرة صحيح يعني انا احترم خصوصية ولادي في ناس على فكرة بتقولك في التربية ايه اتجسسي على ولادك في السن مش عارف المراقع لا انا ضد التجسس يعني اطلاقا حتى في التربية انا علمهم يخافوا ربنا واعلمهم ان موبايلي مكشوف يبقى هو كمان يخبش موبايله ابدأ من نفسي طبعا انا موبايلي في البيت مثلا في اي حت بيران الولاد بينادوا لي وليه ماما مثلا استاذ فلان او استاذة فلان هم عارفين مين فلان وفلانة فانا مش بعمل حاجة في الدرق تمام بدأت بقى خب الموبايل وخايف اولادي يشوفوا الميز دي كول وخايف اولادي يبقى في ايه في حاجة مش كويسة في حاجة مش كويسة سواء بقى كانت مع الزوج او الزوجة او الاولاد صحيح تمام فالنقطة دي مهمة جدا الناس بقى اللي بتعلق الخيانات الزوجية اللي من هذا النوع على ان الزوجة مقصرة فالزوج مقصرة صلو جوزي مسافر لا دي شماعات صحيح جدا معلش يعني اللي عايز يمشي بمبدأ وقيم طب ما طول عمرنا قبل السوشيال ميديا كان في رجالة بتسافر وتسيب اهليها وزوجته بالسنة والاثنين صحيح انا معايك ان الزوجة بتبنى محتاجة ولو ورده مش حلوة كانت هتعرف راجل يعني مش مستنية السوشيال ميديا بس اصد بس كتير جدا من اهلينا عاشت سنين طويلة جدا محترمة ومحافظة على بيتها واولادها وكل حاجة صحيح صح بس فهي الفكرة ان انا اضبط علاقتي اه بس مش ببرق الزنب على فكرة يعني ايه يعني مش بخلي المسئولية مش فيش واحد مثلا يسيق معاملة مراته ويقول ما هي لو خينة تبقى ويحش لا برضو انت ما تدي ليش منفز او يعني سد علي ابواب الحرام برضو يعني العلاقة بين الطرفين تبقى علاقة حب علاقة ود علاقة حقوق حقوق واجبات انا ادي حقوقي وادي واجباتي اراعي زوجتي وهو يراعي زوجته وهكذا صحيح العلاقة تبقى جميلة لما بقى يخوني يبقى مصيبته سودة يعني حتى حتى في حكم الزني الزني المتزوج غير الزني الايه صحيح غير محصن يعني غير محصن طيب ف فده دالين الموضوع بيفرق فضل طيب انا لو عايز اعرف من حضرتك مين اكتر عرضة او مين المشاكل المتاج لحضرتك يومين الزوج ولا الزوج الموضوع الخيان بس بانصاف لا والله بانصاف انت عارف يعني انا سأنا هقولك حاجة انا مش مع حد ضد حد اكيد ومختنع ان كلنا بشر الرجل انسان والست انسان صحيح وكل واحد جوال خير والشر وحسب الضعيف والقوي في الحاجات دي بس خلينا برضو وقعيين شوية الست عاطفية اكتر الست عاطفية اكتر فبيتلعب بيها اكتر عالفيس صحيح ما تزعلش مني للأسف صحيح والراجل رغم جرئة البنات دلوقتي بس برضو الراجل دايما اجرأ يعني دايما هو اللي سهل يلف على واحدة ويبعت لها الرسائل ويبدأ بقى والله العظيم انا جالي شاب طيب قال لي ايه تقدر لي قال لي انا عارف كل بنت ما تخالها فين اللي عايزة الدين هتخل لها بالدين اللي عايزة الثقافة هكلمها بالثقاف اللي عايزة قلة الأدب هكلمها قلة أدب يبقى هو لي اسلوب طيب البنت بتعمل ايه في الموقف ده لو هي محترمة لو هي متدينة لو هي مثقفة لا ولو هي مثقفة اقصد بتقولك ده مثقف ده عايزة اتجوزني ده متدين ده ينفع معاني هي مش فاهمة انه بيفكر بالشورة دي ان هي بس وسائل انا اسفة يعني سنارة وبرميلك طعم بالأسف صحيح فانتي جعانة صحيح رحتي لقى تطعم فانا يعني دي اكتر اكتر البنات بتجيلي انا ببقى يعني بزعل قوي بسراح وتبقى يعاني مصدقة جدا قصة انه بيحبها وهيجوزها وانه في ناس اتجوزت من السوشيال وكلام ده دي الحقيقة بتحزني قوي الشباب بتجيلي برضو بيبقى برضو الشاب المحترم برضو اللي هو ابن ناس اللي هو مش متخيل ان فيه بنت جريقة صحيح ممكن بقى تلعب عليه ستات كمان بقى وحاجات كده طبعا دي برضو بتجيلي ويبتدوا يكلمك فانا عايز اتجوزها والولد محترم وعايز يتجوز بس مش متخيل الاهالي بقى والحاجات دي بيكونوا صحيح عاملين نسبط عن موضوع ده فطبعا في الخيانات بقى الزوجية المصيبة اعزم جدا ليه بقى لان فيه رجالة صيادين المطلقات والنساء اللي جوزها مسافر ومركزين على على بيانات الفيس الاسف ده صحيح جدا او الله العزي ومركزين على بيانات الفيس هي هي سنجل ولا لا وهي مش عارف ايه ولا لا ويرمو بقى الكلام وخلي بالك من البوستات بجد والله فيه ستات فكرة ان هي بتحط بوست ومش مفهوم والله انا ممكن اعرف حياتك الشخصية كلها من بوست واعرف ان علاقتك بجوزك زي زي مشاعرك ايه واعرف ان انتو متخنقين صحيح واعرف ان انتو مش طيقين بعد واعرف ان انتو في انفصال عاطفي وان انت يعيني محتاجة لعاطفه لو هو راجل مش بايس خلاص هو عارف كده نقطة الضحف عندك ايه تمام طيب انا عايز نصيحة لكل البنات اللي استمعنا حاليا او كل اولاي الامور يتصرفوا ازاي مع ولادهم او مع بناتهم خصيصا عشان يتجنبوا الناس اللي بتصيدهم بص انا هقولك حاجة يعني يمكن انا ليه شيء مختلف حتى انا عملت ده الحمد لله مع بناتي هي فكرة انه زي ما قلت لها اولا اربي على رقابة الله سبحانه وتعالى السنة ممكن اموت واسيبهم صحيح هعمل انا ايه صحيح مين هاي يعني لازم يكون فيه رقيب دائم طبعا رقيب دائم نعم بالله ده رقم وايح صحيح رقم اتنين لازم تسلم الثقة للي حواليك ما انا منفعش اقوله كده وافضل اقوله مين لها الموبايل وريني مش عارف ايه وافضل عملاله روشة وانت اتأخرت يعني ما بقاش اوفر اوي في في رأكشناتي لان ده هتجيب نتيجة عكسية صاحب بنتك صاحب ابنك يا الراجل يا صاحب ابنه لانه هيحس بمشاعر الشاب صحيح والبنت امها تصاحبها لانها عارفة مشاعر البنات ما ترفضش ان ابنك او بنتك يكلمك مثلا في مشاعر في سن المراقة يعني انه بيحب حد او كلام ده لان المشاعر طبعية انت اكيد مرت بيها في يوم الايام طبعا يعني ما فما تجيش بقى على ابنك تعملي نفسك ما ما ينفعش يعني هي مشاعر اصلها مشاعر لو انا كبتها هي هتطلع برا البيت صحيح هتطلع بقى في الصحة ولا الغلط هتبقى مصيبة كبيرة جدا فادي اللي انا انصح بي الانصح كمان ان الامة متعدش تقول انا برايفت قوي في الموبايل والحاجات دي فبالتالي ابنها هيجي قولها وبنتها انا كمان موبايلة محدش يمسكه فبالتالي مع الوقت اه ممكن يقع يعني يقع في حاجة غلط لكن لو احنا الدنيا بيور اه بتتفرج على ايه لا اصلي فيه برنامج حلو قوي اصلي فيه مشاعر يبقى انا اوتوماتيك من غير ما حد يحس وانا من غير ما اقول لنا براقبك صحيح انا عارفة وبتفرج على ايه عارفة فاتح ايه عارف متابع مين من المزعين ولا مين من الكذا يبقى انا عارفت فكره ورايح فين محد الشد وكده في اي حتة بتجهات وراحة فين طبعا صحيح طيب انا لو عايزة صلح حضرتك هل في مشاكل زوجية بتأمل حضرتك سواء في الاكاديمية الدولية تطور الزاد او في السيارات بتوصل لحضرتك بيكون حلها الوحيد والاوحد الانفصال اقول حاجة تفضل في ناس في حياتنا زي مرض السيرطور صحيح حلال وحيد البتر صحيح لازم صحيح حلال وحيد البتر صحيح لانك لو ستها هتتوغل في جسمك وهتقضي عليك صحيح فانسب حل في بعض الحالات هو الطلاق او الانفصال التام يعني صحيح صراحة حضرتك شايف ايه او ايه تعقيبك على الناس اللي بعد الانفصال التام بتحاول ترجع بصة هقولك حاجة عشان ما هدش يقعد بقية هجيم ويقولك انتي بتقويس ستات وبيش عارف ايه والكلام ده محدش بتغير لا تاني معلش محدش بتغير تمام عشان ما نتحكش على بعض هو كل اللي بيحصل ايه هنفترض ان زوجينا انفصل صحيح اكيد انفصلوا بعد صراع ومشاكل وقرر ما جاش يعني في يوم وليلة طيب انا النهاردة لما حصل كده حصل ده نتيجة زوج خاين نتيجة حاجة ضخمة ايهانة كبيرة حاجات زي كده اوكي معلش ما تزعلش مني يعني هو مصالحاش وهي امراته اش معنى صالحة بعد ما اطلقت انا اسفة يعني ما هو يبقى انت لما جاي ترجع بعد الانفصال من الاخر وانا بشوفها كده لما هو تقلم في قرر يرجع يعني هو ما فكرش في قلمها وهي بتقول له بلاش اهانة بلاش خيانة بلاش امع ارجوك اه غير اسلوبك ارجوك حسن من نفسك من فضلك بلاش كذا ويبقى فيه طرف مكابر متطمن ان البيت مستقر صحيح فلما واحد التاني بعدها يزهق ومن كتر الطلب فيفرط صحيح يبتدي التاني يعاية صحيح يفرط ويعاية ده هي كده ما هي هي بتيجي كده صحيح فالله هيحصل لما ده هيفرط وده هيعاية طب ماشي بعد كده لما يجي يرجع فيه صنف طبعا من الناس وطيبين اخلي بالك من حنكة من ربنا سبحانه وتعالى قال اه الاية بتاعت وان يريد اصلاح يوفق الله بينهما صحيح اه وبعولتهن احقي بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح صحيح ده اللي انا اعزي عليه انه الاولى الرجل لو عايز يرجع الامرات ويرجع لها اولى ما تتجوز الرجل جديد صحيح اصلاح يريد الاتنين الاتنين الطرفين فهل انا صفيت وهتعامل بيور تاني طب ماشي هل انت فعلا اتغيرت وهتصلح من نفسك ولا انت مجرد ان انت يعني اتقلمت زي ما قلتلك فانت رجع عشان الامك مش عشان الامها ايما دكتور لو حد بيسمعني حاليا تعقيب بسيط حضرتك بتقولي حضرتك يعني كنت عملتها كويس وهي معاك مش بعد ما يثبت حضرتك او بعد ما حصل انفصال طيب انا اخطأت يعني لو حد بيسمعني او انا بكلم حضرتك اسئلة السادة مشاهدين ايوا ممكن حد يقول طبا انا اخطأت وبعد ما الانفصال ادركت انه انا ان انا بحبها او ان انا محتاجها او ان هي تركت مساحة وطلعت فراغ في حياتي وعايز ارجع لها تاني او اخطأت وعايز اصالح خطأ اعمل ايه لأ ما احنا ما بنقولش انه ما يعملش حاجة هو يرجع ما عندي اجلش مشكلة بس انا بتكلم في نقطة في نقطتين مهمين اولا انت لما هترجع بعد فوات احيانا بيبقى بعد فوات الاوان وبتكون الطرف التاني ده مش هنكلم بقى رجل ولا ست طرف التاني ده كاره خالص ما عندوش استعداد ان هو فانا مش هقدر اكون اعلى مزاجك معنا كنت في ملكك وفي ايدك فمش وقت ما انت عايز تصلح صلح مع غيري بقى مش هتصلح ما تصلحش معي لان انا بالنسبة لي بابي تقفى صحيح لكن في ناس تانية هي عايز تصلح بس لسه الطرف التاني ده لسه فيه في قلبه حب ارجع وماله انا كتير جدا اقول لهم يا جماعة الطلاق جاهز اي وقت تطلق لكن الاصلاح مش جاهز صحيح قدرت على الاصلاح اعمله يريت يبقى يريت صحيح حتى لما تيجي واحدة تقولي اني عايز اتطلق اقول لها طب بصي ايه عايزت تطلقي بالنهاردة طب ما ممكن تتطلقي بعد سنة صحيح يعني مش هنخسر حاجة ممكن بس بعد اذنك نعمل محاولات اصلاح نجرب فيه نقطة كمان مهمة اه اه انا بهتم بها جدا واللي مع هيا الطلبة بتوعى عرفينها يعني انا ماتش شخصية صحيح جدا صراحة يعني صحيح جدا والله العظيم احيانا كتير جدا متبقى المشكلة الحقيقية الزوجية بتفرق قوي ان الاتنين نمطين مختلفين ومش فاهمين بعض ففاكرين ان كل واحد فاكر التاني وحش وده غبي وده كذا وده بيجرح وده هم مش فاهمين انها طبيعة واحد عملي واحد عاطفي واحد اه تحب يقول الكلام الحلو واحدة بتحبش غير كلام العملي انا هعمل ليه بكلام الحب ديني صحيح هتتفع كم هتتفع كم ايوة والله يعني صحيح فيه ناس كده فعلا فصراحة انا بنصح كتير جدا من البنات كمان المقبلين على الزوج والازواج والله والزوجات اتعلموا الموضوع العمليات الشخصية مش عشاني والله ولا عشاني ياخدوها معي ياخدوها مع اي حد صحيح بس اتعلموا وطبقوها صحيح مش هادة تتركن في الدرج صحيح طبق عيان انا لما بيجيلي الناس اللي بتتعلم معي في العمليات شخصية تحديدا بقولنهم طبقوك اكيد انت وانت وانا بحكي السفات كده انت في دمائك مامتك باباك صاحبك صاحبتك الحاجات دي كلها طبق بقى شوف الكلام ده صح طب جرب بقى تتعامل بالمعاملات اللي احنا بنقول ان النمط ده عايز معاملة من النوع ده والنمط ده عايز معاملة من النوع ده طبق ده وشوفها هيفرق معاك ازاي صحيح فدايما لما بيجيلي واحدة في مشكلة زي كده قولها طب جربه بقى الاسلوب ده الاول والطلاق موجود والله صحيح مش هنخسر حيح صحيح طيب الاسف وقت حالات انتهى ولكن هل لو وقت حالاتك يسمح الحلقة الجاية نتكلم عن الأنماط الشخصية وعلاقتها بالأزواك اه جميل جدا ناخد من كلام حضيتك لانه بيقولون لي في الإيربيز دلوقتي انه في ناس بتتصل ومحتاجة تعرف اكتر عن الأنماط الشخصية خلاص تمام ان شاء الله ان شاء الله لأسف وقت حالاتنا انتهى وكالعادة الوقت الكويس والوقت الجميل بيمر مع الضيوف الجميلة اللي بتفيدنا بمعلوماتها كانت معانا ومشرفانا في فقرة تانية من طبيب الأسنان والأزهان دكتور جيهان حسين استشارة العقاة الأسرية والنفسية مؤسس ومدير عام الأكاديمية الدولية لتطوير الزات شكرا جدا لحضيتك دكتور ودائما معانا ودائما منورات شكرا لحضراتكم وحسن الاستماع كنت معاكم من تسعة العشرة كل خميس علي حمدي السلام عليكم